بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله في هذا الفيديو البسيط في الفيديو هذا بنشرح إن شاء الله طريقة ربط قنوات تيليجرام في محتوى أو مصدر المحتوى بحيث أن المحتوى يأتي بشكل تلقائي سواء كان قناة في حساب في تويتر أو حساب في انستغرام أو مقالات من مدونة أو أي مصدر ثاني العملية هذه بتتم إن شاء الله باستخدام بوت من تيليجرام وموقع IFTTT طبعاً الطريقة هذه ميب رسمية لا من طرف تيليجرام ولا من طرف الموقع هذا لكنها مفيدة وعملية استخدامها طبعاً زي ما ذكرت إذا أنت عندك مثلاً حساب في تويتر وما تبغى تحط المحتوى بشكل يدوي في قناتك في تيليجرام ممكن أنك تربطها بحسابك وترتاح وصير خلاص المحتوى يجي بشكل تلقائي شخصياً ما أنصح بأن المحتوى يكون تلقائي لأن الإشعارات بتوصل للمستخدمين على تيليجرام فلازم تستشعر الشيء هذا وما ينزعجون من كثرة المحتوى أو ممكن المحتوى ما يكون مناسب لأن يكون في تيليجرام لكنها مفيدة في بعض الحالات اللي بتحتاجها أول شيء طبعاً حساب على تيليجرام أنا سويت حساب هنا وتحتاج كذلك قناة أنا ما سويتها عن طريق اللوب لأنك ما تقدر سويتها عن طريق الآيفون بعد ما تسوي الحساب والقناة بتحتاج حساب على IFTTT الموقع هذا رهيب جداً الآن باشرح ليش بعد ما تسوي الحساب تسوي لك BOT طبعاً عشان تسوي BOT تروح حساب اسمه BOT FATHER وتقول لستارت بعدين تقول لنيو BOT يقول لكش تبغى اسمي ما تفرق هذا مو باليوزر نيم حد البوت هذا الاسم بعدين يقول لك دخل اليوزر نيم تبع البوت لازم آخر ثناثة حروف تكون BOT فنقول مثلاً أبو ميار سبع بوت مستحيل يكون راح الاسم هذا خلص سوينا البوت هذا التوكن اللي هو الرقم المعرف للبوت ننسخه لأنه بنحتاجه بعد شوي نلصقه هنا احتياط مو باحتياط نحتاجه على كل حال الخطوة الثانية هو أنك تروح ل الف تي 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 طبعاً تسوي حساب فيه تروح My Recipes بعدين تسوي Create Recipe فكرة الموقع ببساطة تقول له If this يعني إذا صار الشي هذا سوي لي أكشن ثاني أو شي ثاني فمفيد جداً في أشياء كثيرة ما لها علاقة لا في Telegram ولا في اللي بنتكلم عنه لكن هذا أحد استخداماته فخلني أقول له If this مثلاً أقدر أختار تويتر إذا صار فيه تويتر جديدة أو إنستغرام مثلاً أو بوفر أو فيه قنوات كثيرة مرة عنده طبعاً عشان الدرس هذا أنا بختار RSS تقريباً أسهل شيء فأقول له إذا صار فيه مقالة جديدة من هذا الرSS أنا طبعاً بنسخ هنا الرSS تبع واس كمثال حطه هنا فإذا صار في مقالة جديدة من الرSS هذا أقول له لازم تسوي الأكشن التالي طبعاً ما في قانال تليجرام لكن في قانال الوبل يسمى ميكر أقول له تنسخ الرابط هذا سأضعه في الحصول وتستبدل توكن بالأقواس بالتوكن اللي قبل وشين نسخناه فبطريقة هذي يتعرف على أنك تملك البوت هذا وتقرى تستخدمه المثل طبعاً نقول بوست عساسي يحط رسالة جديدة الـ content نختار الثانية في الـ body نختار الـ command هذا برضو بحطه في description مش هذا أنا أقفلها بحطه في description هنا تكتب اسم القناة اللي أنت سويتها مثلاً الـ username مو بالاسم يعني هنا مثلاً القناة اسمها أنا بسميها أبو ميار RSS كمثال أنسخ الاسم وحطه هنا فأقول له إذا القناة هذه حط لي المحتوى التالي المحتوى طبعاً ممكن يكون العنوان العنوان مثلاً بحط العنوان تبع المقالة بعد العنوان أبحط مثلاً مسافة بعدين أبحط الرابط بعد الرابط أبحط مسافة وبكتب تجربة أبغاف مع كل خبر يكتب بعد كلمة تجربة هذا بس مثال و أقول لك و أقول لك طبعاً أعطني اسمه للريسبي و خلاص و أقول لك الآن حجهزنا الريسبي هذه الآن أهم خطوة أساسي يشتغل معنا أضيف البوت اللي أنا سويته كمشرف في القناة طبعاً ما أقدر أسويها عن طريق الويب فأنا بسويها عن طريق الآيفون أروح للقناة التجريبية وأضيف مشرف جديد اللي هو بيكون البوت اللي قبل شوية إنشأنا حتى نسيت اسمه اسمه أظن أبو ميار 7 بوت أبو ميار 7 بوت فبعد ما أضيفه كمشرف الشيء هذا بيسمح له أن يضيف المحتوى أو يعطيه الصراحية أن يضيف المحتوى للقناة لو ما سويت الخطوة هذه الريسبي بتشتغل لكن ما راح يقدر أن يضيف أي محتوى للقناة هذه فالآن أنا أضفته لو أطلع من هنا بعدين أروح هذا هو بسم طبعاً رايح فيها لكنه هذا البوت لو ضغطنا عليه تشوف أبو ميار 7 بوت خلاص الآن كل شيء جاهز اللي بأسوي الآن أني بنتظر الانواس يحطون خبر جديد بعدين أوليكم كيف يطلع الخبر ممكن خلال فترة هذه أضيف برضو ريسبي ثانية عساس أقول لكم كيف أن تقدر تجمع محتوى من مصادر مختلفة على بل ما أنتظر واس ينزلون خبر سويت أنا بوت ثاني أو مو بوت ثاني ريسبي ثانية هنا قلت لي إذا جاني إيميل على الإيميل هذا أرسل لي محتوى الإيميل في القناة بنفس الطريقة بالضبط فهذا الـ URL اللي سوينا المرة الأولى حطيت Post نفس الخيارات بالضبط بس هنا قلت له مثلا إرسل لي المحتوى أقدر أقول له إرسل لي مصدر الإيميل أو وقت الإيميل أو أي تفاصيل نحتاجها الباقي خليت نفس الشيء طبعاً أخترت Gmail بدلاً ما أختار RSS وحفظت الريسبي وجربت أرسل إيميل تجربة كتبت هذه التجربة ووصل فعلاً هذه التجربة يعني أحد الاستخدامات للطريقة هذه ممكن تسوي لك أنتقنة خاصة فيك وخاصة في العمل وتحط فيها كل الأشياء المرتبطة بالعمل بحيث أنه خلاص يصير زي المساعد يوصلك المحتوى عن طريق تليجرام فممكن تكون عملية جداً طيب أخيراً نشتغل المشكلة طلعتني منهم من البوت اللي أنا مسوي طلعت ناسي مسافة بس بعد كلمة بوت هنا كان في مسافة فالموضوع جداً حساس كانت زي كذا ما يباينك أنت وقعت السطر جديد فعدلتها وبدأت الأخبار تجي فزي ما اخترت بالضبط أنا قلت لحط لي العنوان أول شيء بعدين حط لي الرابط بعدين يكتب تجربة تلاحظون كل الأخبار نفس الطريقة العنوان الرابط تجربة فتقدر تحط أو تخرج المحتوى بالطريقة اللي أنت بغاها فأعيد نقطة أنه الطريقة هذي مي برسمية لا من تليجرام ولا من موقع بإفتتت لكنها ممكن تكون مفيدة زي ما ذكرنا هنا من أكثر من مصدر تجمع لكها في قناة واحدة وتريح مخك فاللي عنده أي استفسارات أنا حاولت أخلي الدرس مبسط بأكثر طريقة ممكنة اللي عنده استفسارات ممكن يرسلي على حسابي في تويتر بحطه في ديسكريبشن إن شاء الله والله ينفع بإن شاء الله مع السلامة